تسلم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز على صعوبة حفظه الله رسالة من فخامة رئيس محمد ولد عبدالعزيز رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية نقل رسالة لخادم الحرمين الشريفين مع الوزر الاقتصاد والمالية المبعوث الخاص لفخامة رئيس الموريتانية المختار ولد آجاي خلال استقبال الملك المفدى له اليوم في مكتبه بقصر اليمامة في الرياض كما نقل معاليه لخادم الحرمين الشريفين تحيات فخامة الرئيس الموريتاني بما أبدى حفظه الله تحياته لفخامته حضر الاستقبال صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايفة بن عبدالعزيز وزير الداخلية ومعالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء رئيس الديوان الملكي الأستاذ خالد بن عبدالرحمن العيسى ومعالي وزير الدولة للشؤون الخارجية دكتور نزار بن عبد المدني